عقدك بينتهي في 2023 صيف 2023 يعني بنهاية الموسم اللي جاي انت السنة فات كنت معار لشتوديو فهل السنة دي ناوي انت ترجع لفولفسبورج ولا بتبحث عن فرصة اخرى انا باحترم عقدي في فولفسبورج ان انا قدامي سنة فطبعا لازم ارجع لأول عامل فترة الاعداد هناك واتعرف على المدرب الجديد واشوف الفرع عاملة ازاي هناك بس انا هدفي ان انا اكون بلعب دايما انا اكون رجلي في الملعب فلو فولفسبورج مش هتديني ده يبقى هامشي اكيد وحلمي طبعا ان انا نلعب في الدولة الانجليزي فلو حاجة جات ان شاء الله وجم بحاجة مناسبة وتكلموا مع النادي والدنيا مشت يبقى طبعا اخد الفرصة دلوقتي بدل لما استنى بعد السنة الجاية ان شاء الله في فولفسبورج تغيرت الاوضاع دلوقتي يعني جابه مدرب جديد هو نيكو كوفتش نيكو كوفتش مدرب طبعا شهير في اوروبا وليه اسمه مش شايف انها دي ممكن تكون فرصة لك انك تتدرب معايا او تتكلم معايا بحيث ان انت لو هتاخد فرصتك و هتشارك باستمرار يكون الافضل ان انت تكمل هناك طبعا نيكو كوفتش مدرب كبير ومعروف اوروبا كان بيدرب بايا منه واخير فرقة من مسيكها كانت مناكو بس انا لسه متعرفتش عليه فانا معرفش هو بيفكر ازاي ولا بيلعب ازاي بس طبعا اي مدرب جديد بيجي بحاول اول لما يوصل ان انا لما اكون فاطر الاعداد اسمع كويس هو بيول ايه واسمع هو عايز ان يلعب باني طريقة وعايز من كل العيب ايه ان انا اول لما ابدأ معاه هكون بعمل كل اللي هو عايزه ان انا هلعب طبعا ان انا عندي ثقاف نفسي ان انا رايح هلعب على اي حد فمش دين مشكلة ان هو مدرب جديد او مدرب قديم انا رايح ان انا هلعب واكون من الاسسين ان شاء الله بيحصل دايما ان هو اللاعب يتكلم عن المدرب في بداية الموسم والمدرب يقول له انت دورك السنة دي انا متوقع ان انت هتكون احد اللي انا بعتمد عليهم او روتيشت بلاير او مش هاعتمد عليك الا نادرا اكيد ده حصل في السنين اللي فاتت ليك مع فولفسبورج بس هل كان بيتطبق ولا هو كان الاتفاق فعلا ان انت مش هتحصل على فرصة كبيرة في المشاركة من الاول طبعا انك تتكلم مع مدرب ان هو يبقى على طول صريح معك بتبقى حاجة كويسة جدا مع فان بوم المدرب اللي فاتتكلمت معاه في اول الموسم هو كان بيقول لي يعني بصراحة ان انا مش شايفك دلوقتي تقدر تلعب طبعا من الاساسين هتخش هتنزل من الدكة هتنزل عشر داية اتين ساعة على طول ان انا امشي وراحت وقتها سان باولي في الدرجة التانية ان انا العب وحسن من نفسي وبس هيبقى نفس الحاجة دلوقتي لما هرجع اتكلم مع مدرب واشوف ايه نظرته وهو شايف ايه ومحتاج مني ايه وبس ان شاء الله يعني لو الدنيا مشت يبقى اكمل في فولفسبورج لو في عرض كويس جي النادي بقى همشي كان ليك تصريح سابق انك بحصلتش على فرصة في فولفسبورج ورد المدير الرياضي لفولفسبورج وقتها عليها فهل اتكلمتم بعدها او حصل اي تواصل لانه ما كان مش راضي يعني انا تصريح قال انه هو منفعش النادي تقول كده علاقتي مع الناس في فولفسبورج كويسة جدا وكلامي فوقتها ما كانتش موجه بالطريقة دي انا من الارقام باين ان انا ما خدتش فورسيتي ممكن اكون لعبت كم ماتش بس فوقتي في فولفسبورج ما لعبتش ولا ماتش من الاول ما كنتش في الحداشر وكمان وانا في الرضيف قعدت سنتين مثلا منهم لعبت اربع ماتشات اجمالي 49 ديئة حاج كده فعشان كده انا كنت اقول ان انا ماخدتش فورسيتي بس دلوقتي الموضوع اتحل واتكلمت معها بالزاد بعد الماتش اللي اللي عبنات الدهوم دايما الحاجات اللي بتتقال في الاعلام او في البرس كونفرنس او حاج كده ممكن تتفهم غلط فدايما بحاول ان انا اكون ان انا اتكلم معها دايراك بتبقى حسن متى طبعا بمناسبة او باتشاك معاهم انت قدام فريقك القديم وسجلت في يوم هننكر فكانت دي اثارت غضب جماهير بوفسبورج فهل تحل الموضوع دا ولا هتتعامل ازاي بعد الرجوع اكادي لا لا اتحل اتحل معراش الجمهور لسه زعمل مني شوية في وقتها ما كنتش بفكر ان انا عايزة ان انا احطها بصخرية او حاجة ان انا بس عايزة جيب جون شكله حلو يعني كان ممكن ان انا احطها في اي زاوية من الزويات بس الكرة زي دي لو جبتها جون الناس كلها العالم كله يقولك انت احصل عايب في العالم ولما تضيعها الجمهورة يبهدلك تخلملك بحالتك انت كان موضوع اصعب ان انت لو ضيعتها فريق الجمهورة اكا الحالية حتقول ده متواطق مع فريون اصلي واناو سجلتك فريق اكا الاصلي حاو انت بتستهين بنا بس بس بصراحة الجمهور بتاع الشيط جاد سندني في الموضوع ده وطلعت حتى انا بعدها اتكلمت ان انا مكنش اوزي ان انا اسخر يعني من فريقتي القديمة وبس يعني موضوع ماشي الحمدلله كتير من اللاعبين بيقدموا مستويات ممتازة جدا في دوريات مش الدوري انجليزي مثلا اول الاسباني دوريات اقل شوية ولكن ما بيجي لهمش عروض من دوريات كبيرة فيقول لك ان ده لو كان ليه وكيل مختلف كان زمانه في حتة تانية تماما فهل ده حصل معاك او بيحصل سواء بالنتيجة دي او بالعكس ان هو لا وكيلك بيجيب لك عروض فعلا ممتازة طبعا الوكيل بيفرق فرق كبير جدا بس في الاول والاخر احنا بنلعب كورة ولو قديت بشكل كويس في الملعب لو معكش وكيل لو معك احسن وكيل في العالم هيجيلك النوادي اللي انت عايزها اهم حاجة انك تكون بتلعب كويس وبتقدي بشكل كويس بس طبعا انا لسه موادي مع شركة ستيلر اكبر شركة وكالة في انجلترا وطبعا احسن دلوقتي يعني حتى ما بقالي ما بقاليش مثلا شهرين وفي فرق طبعا كبير ان هيكون معك اسم كبير وراك عنده لعيبة كتير في انجلترا وفي العالم كله فبيبقى الكونيكشن مع النوادي التانية اسهل غير لما يكون وكالة صغيرة ومعندهمش لعيبة كتير فما بيتكلموش مع نوادي كتير دايما يعني الشهرين دول فرقة جالك عروض مثلا ولا بتفرق في راحتي جالك عروض قردي يعني مش اكيد جالي عروض في الفتر اللي فاتت بس من قبل كده برضو قبلا منقل الستيلر كان دايما بيجي لي عروض برضو بس هي بتفرق ان هم عندهم قوة ان هم يقدروا يتكلموا اي نادي في اي حتة وعندهم لعيبة في اعلى مستويات في اعلى النوادي في اوروبا فدي طبعا بتفرق ان هو دايما على تواصل مع النادي فبتبقى اسهله ان هو يعرض عليه العيب تاني غير لما انت تكون لسه عايز تفتح كلام مع النادي دي اخيرا الصحافة ربطتك بالانتقال لارسنل وتوتنم فهل تلقيت فعلا عروض من ارسنل وتوتنم؟ كان فيه كلام بس انا ما بركزش في الحاجات دي انا عندي وكيلي ستالر اكبر شركة في انجلترا هم دايما اللي بيعملوا العروض وبيتكلموا على النوادي انا باجي دايما في اخر الموسم او في فترة الانتقالات اللي في الشتاء باجي اتكلم مع الوكيل اشوف العروض اللي موجودة وهل هي مناسبة وان شاء الله دلوقتي احنا في فترة انتقالات الصيف وحلمي ان انا اروح الدوري انجليزي فان شاء الله لو الفترة اللي جاية اشوف العروض اللي جاية ولو هي مناسبة ولا لاها وان شاء الله عمل احسن حاجة باذن الله تتوقع تكون السنة الجاية في اي دوري من الدوريات؟ يا باه السبب صعب معرفش بصراحة هو كلها على حسب النادي دا الانجليزي الماني اسباني يعني هم دول التالي الدوريات اللي انا شايف نفس فيهم بالذات ان هما بيليوا علي اكتر غير الايطالي وفرنسي فبس ان شاء الله ربنا ايكم